إن هؤلاء الذين يملكون الرؤية الروحية هم فقط الذين يستطيعون قراءة القرآن الكريم بعقل متفتح مثقف وشعور بالبهجة والارتياح وإحساس بالدهشة والإعجاز بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلاموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلاموني تريدينج شانل مع كورس الفلكي السلاموني عنوان محاضرة اليوم التصور الإسلامي لكرويت الأرض بالرجوع إلى القرآن الكريم فسوف نجد آيات تثير دهشة قارئ القرآن حينما يقرأ القرآن في القرن الواحد والعشرين وعلى سبيل المثال فإن الشكل الكروي للأرض ودورانها حول نفسها حقيقتان مشار إليهما في الآية القرآنية التالية يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل الآية خمسة من سورة الزمر والفعل يكور معناه يلف كما في اللغة العربية وكان الرجل العربي يكور العمامة على رأسه على هيئة حلزونية وبالإضافة إلى معنى اللف والدوران فإن المعاني الأخرى للفعل تحتفظ بمفهوم التكوير وخاصة إذا علمنا أن الإسم من فعل يكور هو الكرة وبهذا فإن التعبير القرآني يعطي المعنى العلمي لتتابع الليل والنهار وذلك في عبارة مختصرة معناها لف الأرض الكروية والسؤال الآن ما الذي يحدث في الفضاء ثابت علميا أن الشمس تضيء النصف المواجه لها من سطح الأرض بينما النصف الآخر للكرة الأرضية يكون في ذلك التوقيت في ظلام طبعا هذا ما عدا في حالة الكسوف وتدور الأرض حول محورها على حين تظل إضاءة الشمس ثابتة بحيث يدور نصف الكرة المضيء حول الأرض مرة كل 24 ساعة بينما يتم النصف الآخر المظلم نفس الدورة في نفس الزمن وهذا الدوران المستمر للليل والنهار أي اللف المتعاقب والدائم موصوف بوضوح في الآية القرآنية السابقة وهي الآية كما قلنا الخامسة من سورة الزهور يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ولقد أصبح الموضوع الآن يسيرا على الإدراك البشري لأننا نملك اليوم فكرة عن الثبوت النسبي للشمس في مركز دوران الأرض ولهذا فإن العملية الدائمة في التكوير مع الولوج المستمر لقطاع في آخر أي تبادل الليل والنهار عملية يذكرها القرآن بإعجاز مدهش وكأن اكتشاف كرويت ودوران الأرض معروفا منذ عصر نزول القرآن ولكن الواقع أن هذه الأمور العلمية لم تكن معروفة في ذلك العصر الذي ساد فيه الاعتقاد بأن الأرض ثابتة وموجودة في مركز العالم وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض ولربما تسائل متسائل كيف يتحدث بشر في ذلك العصر عن تعاقب الليل والنهار دون أن يذكر الاعتقاد السائد بحركة الشمس من المشرق إلى المغرب إن هذا الاعتقاد الخاطئ لم يظهر مطلقا في القرآن كما هو واضح في الآية القرآنية السابقة والآيات التالية مثل قوله تعالى في الآية 54 من سورة الأعراف يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا وقوله تعالى في سورة يسين الآية 37 وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وقوله تعالى في الآية 29 من سورة لقمان ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل صدق الله العظيم وفي الآية 24 من سورة النور يقول تعالى يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة الأولي الأبصار حقا إن قدرة الله وحكمته وأفضاله تتجلى في الظواهر المنتظمة في الطبيعة مثل تتابع الليل والنهار إن هؤلاء الذين يملكون الرؤية الروحية هم فقط الذين يستطعون قراءة القرآن الكريم بعقل متفتح مثقف وشعور بالبهجة والارتياح وإحساس بالدهشة والإعجاز ولنفكر معا بعمق في الآيات القرآنية الآية 40 من سورة يسين للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والآية رقم 33 من سورة الأنبياء وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون هنا يذكر القرآن بوضوح أمرا جوهريا ألا وهو وجود مضار لكل من الشمس والقمر وتنقل هذين الجرمين في الفضاء كل بحركة حقيقية خاصة وليس حركة ظاهرية خادعة وبذلك يتضح لنا أن القرآن الكريم قد قدم بهذه الإشارة مفهوما جديدا لم نكتشفه عمليا إلا بعد قرون عديدة وأيضا فإن الآيتين السابقتين تؤكدان وجود مضار النهار والليل وهذا يكفي لكي نفهم أن الأرض تدور حول محورها وعلاوة على ذلك فإن تشبيه الحركة هنا بالسباحة توضح جمال وعظمة نصاري الأجرام السماوية وهي تسبح في أفلاكها في الفضاء في حركة انسيابية لكننا لو فكرنا بعمق فإن الفعل يسبح يبين حركة انتقالية لجسم مصحوبة بحركة ذاتية له وعلى سبيل المثال فالأرض تدور في مدارها حول الشمس بحركة انتقالية لكنها في نفس الوقت تدور حول نفسها بحركة ذاتية وبهذا فإن الأرض تسبح في الفضاء كما أن التعبير القرآني ولا الليل سابق النهار يبين أن الليل والنهار موجودان في نفس الوقت وهذا يعني أن الأرض لابد أن تكون كروية الشكل وهذا الوجود المتزامن للليل والنهار على الكرة الأرضية مشار إليه أيضا في الآية 24 من سورة يونس في قوله تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم والتعبير ليلا أو نهارا يدل على أن الأمر الإلهي بتحطيم كل المدنيات على الأرض سيحدث ليلا أو نهارا أي في لحظة تمثل النهار بالنسبة لنصف الكرة الأرضية والليل بالنسبة للنصف الآخر والشكل الكروي للأرض لا يتناقض مع التعبير القرآني والأرض مددناها الآية رقم سبعة من سورة قاف فالأرض فعلا كروية لكنها رغم ذلك تبدو ممتدة امتدادا فسيحا وكلمة مددناها تعطي المفهوم الكروي لأنك إذا مشيت على الأرض فلن تصل إلى نهايتها وبهذا يتضح أن الأرض ممدودة أو بمعنى آخر يتضح المعنى المراد بقوله تعالى والأرض مددناها وكما ذكرنا في المحاضرة السابقة أن تفرطح الأرض عند القطبين وبروزها عند خط الاستواء بسبب دوران الأرض حول نفسها يعطي للأرض شكلا ليس كرويا تماما أي يعطيها شكلا بيضويا وهذه الحقيقة مشار إليها ضمن المعاني المتعددة للفعل دحى الذي يعني مدى أو شكل يكون على هيئة بيضة أو دحية كما يقال في بعض قرى مصر وكما هو مذكور في الآية 30 من صورة النازعات والأرض بعد ذلك دحاها صدق الله العظيم أما عن ظاهرة الغل وتعدد المشارق والمغارب والفصول الأربعة كيف تناولها القرآن الكريم وكيف تحدث عنها هذا ما سنتناوله في المحاضرة القادمة إلى أن ألقاكم لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحسن فيه على التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يردق الطير تغضو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته